يعتزم مجلس الأمن الدولي تابع للأمم المتحدة تصويت على مقترح يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية وقال دبلوماسيون إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقد الفيتو في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وإلى عدم استخدام حق النقد من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا